السلام عليكم ورحمة الله. معاكم اسامة من قناتكم جاسمي زون. ازايكم الفندية? قبل ما نبدأ انا كنت وعدتكم الفيديو اللي فات ان احنا النهاردة هنعلن عن التلاتة الفايزين بجائزة ستين دولار. اللي هي بمناسبة وصلنا لستين الف مشتري. اول فايز معنا اللي هو معلش الاسم مش واضح قوي. اللي هو يعني انا ما عرفش اسمك بالزبط ايه. بس يعني انت اول فايز معي. فحاولت تواصل معي على نفس الحساب بتاعك علشان تقولي طريقة الدفع بتاعتك عشان توصل لك الجائزة بتاعتك. تاني واحد اه دوت زي. تقريبا انا مفروض نقطقت صح. هو اه الشخص ده دوت مفروض كمان عامل اكاونتين بعيت لي من الاكاونتين بصراحة. يعني اي واحد من التلاتة اللي انا هو قملكو دول. اه يعني دول ناس انا زهقت من كتر ما انا بقلب في الصور. والشير بتاع الجروبات اللي هم عملوك صراحة. فانا عارف ان فيه ناس هتقولي طب ما انا بعدت صور وعملت شير. ليه ما كسبتش? الناس دي بعتت اكتر بكتير. اه تالت حد هو اسامة كي او كي ايه? كابور? كابور اسامة. معرفش. ما علينا. المهم التلاتة دول تواصلوا معي على الحسابات الشخصية بتاعتكم اللي انتوا بعتتوا لي عليها اول مرة. علشان تقوليلي على وسائل الدفع عشان اقدر ابعتلكم عليها الجايزة بتاعتكم. المسابقة لو انت لسه بتتفرج عليها اول مرة شروطها بسيطة جدا. انك تكون مشترك معنا في القناة. وانك تكون عامل لايك للفيديو. انك تكون تفرجت على الفيديو من الاول لغاية الاخر وتبعت على الانستجرام اللي موجود عندك في الوصف تحت. واخر حاجة وهي الاهم الشير. طبعا الناس اللي انتم شفتوهم دلوقتي كل واحد فيهم بعت شير على اجروبات لا تعد ولا تحصى بصراحة. غير ان هو بعت كتير من الفيديوهات اللي اتفرج عليها من الاول لغاية الاخر وزي ما قلتلكم كده بالزبط والله بدون مجاملة انا فعلا زهقت من كتر ما انا عمال افر في الصور. وارجعتني بقول ان انا عارف ان في ناس تعبت معايا برضو وبعتت بس احنا قلنا تلاتة بس اللي هيفوزه هم اكتر ناس بعتت. فاكيد انت لو ما فزتش المرة ديت فهو في واحد بعت اكتر منك. بعتزر لكل الناس اللي مقدرش تكسب معايا المرة دي وان شاء الله هيبقى ليك فرصة اكبر بازن الله بما انك انت بتبعث من زمان فيبقى ليك فرصة اكبر المرة الجاية. وفي جايزة الفيديو اللي جاي ملهاش اي علاقة بالمسابقة اللي احنا بنعملها دي دي هتبقى الناس داعمة للقناة ما بتطلبش اساسها انها تفوز بالمسابقة. بمعنى ان هو بيدعم بدون مقابل مش مستني ان انا ابعت له جايزة. فانا ان شاء الله الفيديو اللي جاي هاعلن على الناس مفروض انها دعمت القناة الفترة اللي فاتت دعم كويس. من دعاية للقناة من ان هو يبعت مشتركين للقناة ولا ايهم جاي بيقولولي احنا جايين من طرف فلان. من ان هو بيساعدني على الردود على الكومنتات بيساعدني على الردود في الجروب على الناس في الوقت اللي انا مش موجود فيه. الناس دي بتساعب بدون مقابل. بس حقهم علي ان انا اقدر على اقل التعبد. معلش تقولت عليك في الشوال في الاول دول بس كان لازم ندي الناس دي حقها. النهاردة بقى يا سيدي معدنا مع موقع جميل جدا جدا هتقدر تكسب منه بدون رأس مال. نظرا لان الفترة اللي فاتت الطلبة من كتير احنا عايزين اي حاجة اكسب منها بطريقة سهلة وبدون رأس مال. كمان بلاس انك ممكن من غير ما تكون حاطة رأس مال انت كمان ممكن ما تشتغلش. يعني ممكن تكسب بدون رأس مال وشغل على الموقع وممكن تكسب من غير ما توضع رأس مال ومن غير ما تتعب. خليك بس مكمل معايا الفيديو لغاية الاخر علشان تحقق شروط المسابقة علشان تستفاب من كل معلومة هنقولها النهاردة للناس اللي عايزة تشتغل والناس برضو اللي مش عايزة تشتغل. وموقعنا النهاردة هو موقع اختصار روابط واستراتيجية جديدة كده برضو لو انت مش عايز تشتغل برضو هرجع اقول هلك تاني لو انت مش عايز تشتغل. عشان ما نطولش كتير في المقدمة خلينا بسرعة نروح للفيديو. طيب رجينا ببعض تاني الموقع زي ما انت شايف قدامك اسمه لوليتي او لوليتي ما عرفش بصلاح يتنتظر ازاي بس ما علينا. اول حاجة هنشوفها هي اسعار النشر. او اسعار النشر. اه طبعا انا حاولتها عربي بس عشان في ناس كتيرة كانت بتطلب ان احنا ما نجيبش الحاجة بالانجليزي على قد ما نقدر نحاول ان يجيبها عربي. عشان يبقوا فاهمين يعني. اه والطلب مني منبهض الاخوة برضو في الدول العربي بصراحة بصفة شخصية ان انا اتكلم باللغة العربية فصحة. صدقوني حاولت وما يعني الناس مش هتفهمني. فانا بعرف اتكلم في وصحة وكل حاجة بس الناس مش هتفهمني. هحاول العرض ما اقدر اوضح لك الكلام شوية. المهم. اه ان احنا المبالغ اللي انت شايفها قدامك او معدل المبلغ دوت لكل الف مشاهدة. لكل الف مشاهدة يعني ان انا لو اختصرت رابط. اه الف واحد ضغطوا على الرابط دوت واختصروا الرابط ده. فبالتالي انا هياخد قدام الالف دول الالف شخص دول المبلغ ده. بتبدأ من ايسلندا اه اتناشر دولار ده مبلغ كبير جدا وكويس جدا. لحد اه البرتغال لا لحد تايلاند هنا اتناشر دولار بعد كده فرنسا والارجنتين والبرازيل والبرتغال عشرة دولار. اه الدول العربية من الامارات والكويت اه تسعة دولار البحرين ومصر تمانية دولار. مبلغ تمانية دولار ده بقى على الفكرة بالنسبة لمصر كويس جدا. مفروض اه المعدل ده كان بيبقى ستة او خمسة في معظم اه مواقع اختصار الروابط. لحد ما بتوصل اه للمغرب اللي هي هنتكلم برضو عنها النهاردة بمناسبة مطشاها مع فرنسا. اه صفة عالمية جميع الدول دي تلاتة دولار ما نجدعو بيها. تمام? طيب نرجع تاني للوحة الرئيسية او الواجهة الرئيسية للموقع. اه بيقول لك هما تلات خطوات اه بسيطة جدا ممكن تعملهم هي انك تنشئ حساب تختصر رابط تكسب فلوس. مسألة سهلة ومش معقدة. بعد كده بيقول لك لماذا تنضم الينا? اه هنا بيقول لك هي ادامة مجانية لاختصار الروابط ويمكنك كسب المال من المنزل عندك كذا كذا كذا. فهنا لماذا تنضم الينا بارضك كيف وكم اكسب. انهاء تلات خطوات للوليتي كيف يمكنك البدء في كذا انشاء حساب اللي احنا لسه اعلنها. وهنا النقطة اللي انا لسه اعلن لك عليها من شوية في المقدمة انك كمان تقدر تشتغل من غير ما ترب من غير ما تشتغل اساسا او اسف تقدر تكسب من غير ما تشتغل لان هنا ببرنامج او الموقع الموفر لك برنامج يعني ايه يعني معناها ان انا مجرد ان انا اروج للموقع في اي جروبات في اي اه لاي اصدقاء مسلا عندي فبالتالي هما لما يخشوا ويشتغلوا انا باخد نسبة اربعين في المية باخد نسبة اربعين في المية من الارباح اللي هما بيحققوها من خلال آآ اللينكات بتاعتهم فانا ممكن اعمل اختصار روابط بنفسي واحصل على مبالغ وممكن اشتغل بالافليت بس ان انا اروج للموقع في اي آآ وسيلة تواصل بالتالي اي حد هيسجل من خلالي انا هاخد اربعين في المية كمان الحد الادنى بتاع الموقع منخفض انت بيقول لك الحد الادنى خمسة دولار وتقريبا كمان هنشوف دولئتي جوه في آآ حاجات اقل كمان من خمسة دولار يعني فسهل جدا انك تحصل المبلغ دوت وتقدر تسحبهم زي ما انت لسه شايف الالف واحد ودول هتجيب هم ان شاء الله بسهولة مع الاستراتيجيات اللي انا هقولها لك النهاردة. آآ هنا اعرف جمهورك حلل بالتفصيل ما اللازي مش كده ماشي مع علينا. تحكم في جميع المميزات من الروحة منفردة وده اللي هنشوفها جوه. فريق دعم مخصص جاهز للمساعدة هيقدر يرد عليك في اي وقت. آآ اختصار الروابط بسرعة اكبر باستخدام مجهة. آآ دي برضو سهل الاستخدام. اعلى معدلات. ماشي حركة الملخصة باجل. احنا لسه قيلنها برضو من شوية. آآ المستخدمين المسجلون في الفين ربعمية واحد وعشرين شخص مسجل على الموقع. اجمال الروابط خمس تلاف متين وحداشر آآ رابط. مجموع النقارات حداشر الف تمانية وسبعين من اجمالي الروابط دي. آآ هنا ابقى على تواصل دي لو انت هتملى بيناتك علشان يبقى على طول فيه رسائل او او اشعارات لك لاي حاجة على الموقع. طب خلينا نعمل الاول اشتراك. ان احنا نسجل في الموقع. هنعمل ايه? الاشتراك سهل وبسيط جدا والخطوات سهلة. انت كل اللي عليك هتعمل اسم المستخدم. هتكتب اسم المستخدم بتاعك. اسمك الشخصي او اسم المستخدم انت متعود تستخدمه. بعد كده هتحط البريد الكتروني. بعد كده هتحط كلمة المرور واعادة كلمة المرور. وهتعلم هنا علامة صح وبعد كده يسجل. بعد ما تسجلها هترجع تعمل تسجيل دخول ونشوف بقى مع بعض الموقع من جوة. تمام? دخلنا مع بعض وسجلنا دخول. حبيب بقى افكرك باول حاجة. ودي حاجة كده هدية من الموقع عاملها. اي شخص يصل الى واحد دولار من ارباح الاحالة سيحصل على تلاتين دولار كهدية من الموقع وتنتهي في تلاتين اتناشر اتنين وعشرين يعني قدامك ستاشر يوم او سبعتاشر يوم تقريبا تقدر تستغل الموضوع ده. اي شخص يصل الى واحد دولار من ارباح الاحالة. يعني لو انت اشتغلت بنظام الافليت اللي انا قلته لك من شوية انك تعمل ترويج للموقع. هيجي لك من خلال الاحالات ديت اجمالي مبالغ مكتسبة من الاحالات واحد دولار. فانت هتاخد قدام الواحد دولار ده تلاتين دولار هدية من الموقع. حاجة كده يعني مية مية. وعندك هنا قناة التليجرام الخاصة بالموقع اللي انت تقدر تشوف عليها السحب بتاع العضاء الناس اللي سحبت منها على الموقع. وكمان الاستراتيجيات المختلفة اللي على مدار الايام بيبدأ يبلغ باستراتيجيات تقدر تشتغل عليها وبيطور نفسه اول باول بحيث انك على طول تبقى متجدد وعلى طول تقدر تجيب احلالات. سياسة الموقع بيحظر تقسير الروابط الاباحية مش محتاجة تفسير. آآ بيمنع استخدام آآ الدفع على الموقع يومي بحد اخصى اربعة وعشرين ساعة. ودي قناة اليوتيوب الخاصة بالموقع. تقدر كمان تخش على قناة اليوتيوب بتاعتهم. تشوف الشرح الخاص بالناس بتوع الادارة بتوع الموقع. سواء ازا كان شرح للموقع او الاستراتيجيات بتاعت العمل على الموقع. هنخش على الاحلات اللي احنا لسه متكلمين عليها من شوية. هنا طريقة رائعة لنشر كل هذه الخدمة وكسب المال واحصل على اربعين في المية وارباحهم مدى الحياة ولا غيره. هتلاقي الرابط بتاعك هنا بما ان في ناس في مواقع كتير بيعود يقولولي انا مش عارف انسخ رابط الاحالة بتاعي علشان اروك بيه او ان انا ابعطه لحد فهتلاقي الرابط بتاع الاحالة عندك هنا في الاحالات او في الانجليزية هتبقى هتاخد هنا اللينك بتاعك وتقدمه للناس في آآ او اصدقائك يعني عشان يقدر يخش من خلالك. عندنا هنا يان سحب او اللي هي اللي هي السحب وطبعا انا حاليا لسه ما عملتش اي مبالغ فبالتالي انت هتشوف آآ من الاعدادات دلوقتي الحد الادنى لكل وسيلة سحب وتقدر تحققها وتبدأ تسحب منها. لو دخلنا على الاعدادات الملف الشخصي هتلاقي عندي هنا طبعا مفروض ان انا احط البينات بتاعتي الاسم الاول والعنوان والمدينة ورقم الهاتف ومعلومات آآ طريقة السحب او آآ هختار هنا آآ وسيلة السحب اللي اتناسبني انا ما عافش بيزهر لا ولا لأ في البتاع ده وفي التصوير بس ما علينا احنا هنشوف هنا زي ما انا قلت لك برا انت عندك البي بال واحد دولار تقدر من اول واحد دولار تسحب من الموقع وعندنا وما عافش انا ايه مال مناسب بصراحة. عاليش الانجليزية يا جماعة خلونا اه شفتوا بقى فايدة ان احنا نتكلم بالانجليزي آآ ما المناسب وبعد كده عندنا البايير برضو واحد دولار واحد دولار طبعا هنا مضطر انك تحط وسيلة الدفع بتاعتك لو انا مسلا هعمل فانا هحط الرقم بتاعي ايا كان الرقم طبعا تحافظ رقمك هتحط رقم لو هتحط الايميل الخاص بالبي بال لو لو هتحط الاكاونت بتاعك لو برضو هتحط نفس الكلام وتسجل على كده تعمل يقدم او آآ عشان خاطر تسبت البيانات الشخصية ووسيلة الدفع عشان لما تيجي بعد كده تعمل ينسحب او تعمل فبالتالي هنا هينسحب هيبقى متسجلك تاريخ آآ متسجلك وسيلة يسحب عليها مباشرة. طيب انا دلوقتي عايز اختص الرابط هعمل ايه? هتيجي هنا على رابط تقصير جديد. هدوس عليه. وحط هنا الرابط بتاعي. بعد كده الاسم المستعار اللي انا عايزه العنوان بتاع الموضوع اللي انا هعمله يعني. طب انا هجيب انهو لينك وايه اللي هيخليني الناس تخش على اللينك بتاعي. قلنا قبل كده في حاجتين انا عن نفسي شخصيا كنت بستخدمهم ايام ما كنت بشتعل على اختصار رواب بشكل شخصي. هو وهسيب لك اللينكات طبعا موجودة برضو. طبعا البلوجر غني على التعريف هو تابع لجوجل. هنا مستو ان هو بيديك الخصائص بتاعة او بطريقة مجانية من غير ما تسجل حساب من غير ما تعمل استضافة من غير ما تعمل اي حاجة خالص وبيديك شكل مقال كامل زي بالزبط ما هتكتبه على اي حاجة تانية. آآ طيب اول استراتيجية احنا هنتكلم فيها النهاردة الاستراتيجيات كتيرة جدا بس النهاردة بما ان احنا في كاس العالم والناس كلها مهتمة بالموضوع آآ وبعد كاس العالم حتى رجوع الدوري الانجليزي والدوريات التانية. فانا هاجي مسلا على ماتش معافش ازا كان الفيديو هينزل قبل الماتش ولا بعد الماتش بصراحة عشان على ما خلص يعني. عندك مسلا ماتش المغرب وفرنسا ماتش مهتم بيه كتير جدا سويا ازا كان في دول اوروبا او في دول الشرق الاوسط عموما. فانا هاجي مسلا اختار المواقع اللي هي بتعمل بس مباشر. هاخد اللينك بتاع البس المباشر طبعا ما ينفعش هجيب اي موقع عشان الحقوق. آآ فهاخد مسلا آآ اللينك بتاع البس المباشر من الموقع الفلاني. وهاجي هنا اقوم عامل صورة مصغرة محترمة كويسة. واقول مسلا مبارات مصر مبارات المغرب يا رب مصر بس تخش كاس العالم تاني. مبارات المغرب وفرنسا بس مباشر لمشاهدة البس المباشر اضغط هنا. طيب خليني بس هجيب انا كنت جاء واخد من آآ لينك مسلا من فيديوهاتي على اساس انه هو يعني فرضا البس المباشر اللي انت مفوضة هتجيبه بس عشان حقوق الطبع فما ينفعش ان انا اجيب موقع واجيب البس المباشر بتاعه والحاجات دي هيت هنا. مجرد ما اخد آآ اللينك بتاعهم فبالتالي هاجي هنا. واحط آآ اللينك بتاعي. وبعد كده ادوس تقصير. هيجيب لي اللينك زي ما انت شايفه تحت كده. هياخد هنا نسخ. وبعد كده اروح هناك وهاجي على كلمة هنا اللي هو مفوضة يضغط عليها. واقول له هنا اعملها الرابط. واحط له الرابط هنا. واقول له طبعا لو عايز احط طايتل ماشي احط طايتل او عنوان يعني مش عايز خلاص. هدوس له. وبعد كده هقول له هنا. مفروض زي ما انت شايف هو ادهالك بشكل مقالة. انا مفروض ان انا هاخد المقالة من فوق من اللينك بتاعها نفسه. هياخد من اللينك اللي موجود فوق من الادرس بتاع آآ الموقع فوق. هاخده وهروح على اي جروب من الجروبات المختصة بالكورة. اي جروب عام على الفيسبوك على التليجرام على 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 على. اي حاجة ناس مهتمة بالكورة. وازن كل الجروبات هتلاقي ناس مهتمة بالكورة مهتمة المشاط ديت. عشان تشوف طبعا الدباجة دي انت هتختارها بنفسك كده بشوقك كده. اللي انت شايف ان هو ممكن يحفز الناس وان هم يضغطوا على اللينك. هتروح حاطط الصورة المصغرة اللي انت حاطتها هنا ديت. وهتحط مسلا كلام تحتها لمشاهدة البس المباشر اضغط هنا مباشرة لو انت مش عايز كمان تعمل المدونة هنا. او لو انا عايز اخد اللينك بتاع المدونة دا وتونشره هناك. فانا هيخد بس اللينك. وهحط صورة مصغرة هناك على وهقول عشان اه تخش وتشوف المباشر مسلا بتاع ماتش فرنسا والمغرب بصورة بصورة اي حاجة تحفز يعني. اضغط هنا بمجرب ما يخش هيدخله على اللينك بتاع المدونة. مجرب ما يدوس هنا. هيظهر له. آآ طبعا اللينك ده خلاص ماشي. آآ عشان انا بس بفتح من جوه المدونة بفتح من جوه الموقع. حولني زي ما انت شايف كده على اختصار الرابط. هينزل وهيقول له وانزل تحت هناك. طبعا ده دي الخطوات بضعت اختصار الرابط اللي هو هيخش عليها. كمان مرة. طبعا الموضوع كله ما خادش كليكتين بالزبط يعني مفيش آآ اختصار رابط كبير. وبعد كده هدوس على سوري. دي اعلانات منبسقة ملناش دهو بيها. وبعد كده هدوس بعد ما حل الكلام ده وقت. بعد كده دوز كنتينيو خلاص فهو دخل على الرابط. هنا كده انا يعتبر واحد اختصر رابط. فبالتالي اللي اختصر الرابط ده واحد من الالف اللي انا هيخد عليهم المبلغ بتاعي. اطلع برة تاني. نفس الكلام في بلوجر. انت تسجيل حسابك في بلوجر مجاني مية في المية في جاست بسط ايت مجاني مية في المية. هعمل نفس اللي انا عملته هناك. لو انا بقى عايز اكتب مقالة طويلة عن المغرب وعن فرنسا وعن كاس العالم عشان برضو ادي له اي حاق ان هو بيقرأ مقالة كاملة متكملة ويقدر يكمل معايا. فانا هكتب المقالة كلها كبيرة هنا وبعد كده هروح اروج لها في المواقع او الجروبات. برضو في طريقة تانية ممكن نعتمدها للكلام ده برضو الجروبات الفيسبوك والتليجرام تقريبا تحديدا يعني. ممكن مسلا اه اسامة مسلا عامل اه مسابقة عن ستين دولار. فانت تروح داخل تقول مسلا ان في مسابقة بقيمتها بستين دولار شروط المسابقة سعلى بصير بتاع عشان تستفاب من العرض دوت تقدر تخش على اللينك ده. فبالتالي اه وتحط طبعا صورة دولارات ومش عارفية والكلام من ده فبالتالي اللي هيخش هيبقى داخل عشان عايز يشترك في المسابقة. فبالتالي والمسابقة الحمد لله احنا عندنا بنعملها حقيقية مش فيك ولا اي حاجة فبالتالي هو لما يخش عندنا هيلاقي فعلا المسابقة وانت هتبقى استفدت انك تحولوا على القناة كدعم منك يا سيديو وفي نفس الوقت استفدت من الاحالة لان الناس كتير جدا بتدور على المسابقات وبتدور على المكاسب فبالتالي كل ما هتدي له عنوان كويس زي كده مسلا انك فيه مسابقة بقيمتها مسلا ستين دولار مية دولار آآ خش على الرابط ده فبالتالي هيقدر يختصر الرابط بدون ميزها علشان يوصل للمسابقة اللي هي قيمتها ستين دولار او مية دولار او ايا كان انت هتكتبها بكام آآ فبالتالي هيبقى فيه حافز ان هو يضغط على الرابط ده نفس الكلام برضو مش لازم بقولك انا انا بديك مثال انا بديك مثال عشان متقوليش انت عايز انا بديك مثال آآ انت شفت مسلا على موقع معين آآ بيدي آآ بيعمل مسابقة على حاجة معينة في عرض معين في موقع كويس في عرض كويس على منتج كويس الناس بتدور عليه فبالتالي انا بروح اعمل له مقالة زي كده وان انا رح هتطلو رابط مختصر لللينك بتاعه عشان اعمل مبيعة وبعد كده احط اللينك دوت في فبالتالي اي حد هيضغط عشان يوصل للمنتج ده ويشتريه انا بكسب من الاحالة او بكسب من اختصار الرابط بتاعه. الموضوع يا طول شرحه في استراتيجيات كتيرة جدا بس انا ديتك استراتيجيات تقدر تستفد بها في الوقت الحالي لغاية لما ممكن نعمل فيديو تاني وتالت ورابع على موضوع الاستراتيجيات ده ونتكلم عليه بصورة اقصى. اتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو بتاعي النهاردة وتقدر تشتغل بكل سهولة على الموقع ده وتقدر تحقق اول الف كليكة عشان تاخد اول الف اول اتناشر دولار او عشر دولار او تسعة دولار اللي هم موجودين حاليا بالسعر الحالي. وتبدأ تكسب اول فلوس لو انت لسه اول مرة تكسب فلوس من انت. اشوفك ان شاء الله فيديو جديد كان معكم اسامة. سلام.